استقبل فخمة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفير الولايات المتحدة الامريكية ستيفن فاغن للبحث في مستجدات الأوضاع المحلية والجهود المطلوبة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في المحافظات المحررة وتطرق لقاو إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتداعيات التهديدات الإرهابية الحوثية على الأوضاع المعيشية والأمن والسلم الدوليين والإجراءات المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لاحتواء تلك التداعيات وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإشادة بجهود الولايات المتحدة الامريكية في تنفيذ قرار حضر الأسلحة المرسلة إلى الميليشيات الإرهابية الحوثية والتي قادت إلى اعتراض المزيد من سفن التهريب الإيرانية في المنطقة حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور يحيش شعيبي اشتركوا في القناة